منافسة بطولة وينبلدون لتنس البطولة الأعرق قوي التالتة من بطولات الجراند سلام المصنف الأول عالميا نجمة صربي نوفاك جوكوفايت شاب يتوقب اللقب بعدما فاز على الإطالة الشاب ماتيو بريتيني بثلاث مجموعات مقابل مجموعة واحدة في المباراة النهية يحصد بها لقب وسادس في وينبلدون اللقب ده كان مهم جدا في مسيرة الذئب الصربي كون رقم عشرين في بطولات الجراند سلام اللي خلاه يعادل الرقم القياسي اللي حققه النجمين روجر فيدرر ورافايل نادال في البطولات الكبرى كمان جيكو قدامه فرصة ذهبية في بطولة أمريكا المفتوحة المقبلة انه في حالة انه حققها حينفرد برقم القياسي بواحد وعشرين لقب صربي حقق خلال السنة دي الثلاث بطولات الكبرى اللي شارك فيها وهم أستراليا المفتوحة وفرنسا وأخيرا وينبلدون تاريخ كبير طبعا بيسطر المتقلق نوفر